موسيقى السلام عليكم وبركاته مرحبا بكم في قناة نعتذر عن التأخير يعني غير مقصودة عن التأخير حاولنا بكل الطرق تشغيل أداة النسوس اللي اشتغلت معي من قبل كذا بس الحين صارت يعني تطول على هذه الواجهة صار لي مثل ثلاثة سابعة لهذا الشكل حاول تجربها على أجهزة أخرى على ردي بي ردي بي سرعة عالية في النت وأيضا في الرام يمكن مية واثناعش حجم يعني ساعة الرام مية واثناعش والا اربعة وستين استخدمت بهذا الاردي بي الأنواع المختلفة من الاردي بي اربعة وستين وثلاثين وثلاثين ومية واثناعش لكن للأسف هذه مشكلة في هذه الأداة النسوس في يعني أنا إن شاء الله بخلي لكم رابط شرح في جناعة ثانية بخلي لكم أسفل الفيديو ونعتذر جدا عن الإطالة وأولا التأخير في تنزيل الدروس بإذن الله بإذن الله مستمرين إلى نهاية الدورة وتقديم أي شيء يفيدكم في هذا الكورس بإذن الله أداة النسوس هي زي أداة الأمة بس أداة النسوس يعني ما تستخدم فيها أوامر تحط فيها وتفحص لك طبعا بالاختبار ما راح تحتاجها يعني تحتاج يعني الإنماب باستخدام الإنماب تستغني عن النسوس يعني بإمكانك تستخدم الإنماب وترك النسوس بس النسوس يعني كفائدة لك أو كمعلومة أو كخبرة لك يعني كأخذ خبرة أو زي كذا أنك تستخدم النسوس وأن تجرب تحمل طبعا شرحنا كيفية تحميل أداة النسوس في درس السابق بإذن الله خلي لكم رابط شرح في قناة ثانية وأسفل الفيديو ونعتذر بإذن الله بإذن الله راح نكمل الدروسة القادمة من قسم أه خلاصنا أعتقد سيستم أتاك أه بدل الله راح ندخل بدل الله إيش باقي نتورك أتاك أعتقد والويب أتاك أتاك ذلك الويب أتاك باقي أه الويب أتاك نعم الويب أتاك إن شاء الله راح نكمل وبعدها إن شاء الله راح نعمل إن شاء الله مراجع على الإختبار وجدًا الاختبار جدًا 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 ممتع أه بإذن الله خلي لكم كل شيء بإذن الله أوفره لكم بإذن الله طريقة الإختبار وكيف جاء الإختبار وأشرح لكم كيف يعني أعطيكم سيناريوات مشابهة للإختبار بإذن الله علشان تصل لكم المعلومة هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته